لا هي الحقيقة أنا يعني أنا برضو اتفاجئت ولا أنا لقيتها وافقت على طول وقالتي دم دم يعني يعني جمعة وكده وأنا قلت لها ممكن أنشره يعني أحاول أنشره في أي جورنان يعني طبعا حضرتك عارف وأنا في الكلية أحيانا بتضرب في أكتر من جورنان يعني كتدريب طبعا حتى تدريب مش هيتحل إن أنا أنشر يعني بالضط لكن هي وافقتها كانت شخصية طيبة جدا وكانت تلقائية وعفوية وكانت بتتكلم من قلبها جدا وهي كانت على فكرة حست يعني في أول حوار إن أنا كنت قلقانة ومرتبكة يعني لسه أول حوار صحفي في حياتي لكن هي بدأت تتكلم بعفويتها وتلقائيتها فأنا يعني ارتحت وقدرت بقى أن أتكلم وتكلمت معها في حاجات كتير يعني تكلمت عن علاقتها بأخوها الوحيد الفنان يوسف فخر الدين طبعا واتكلمت عن علاقتها بباباها وعلاقتها بمامتها المجرية طبعا الأجنبية من دولة المجر اتكلمت معها في حاجات كتير جدا هي طبعا مش هوار فني كبير قوي أنا كل حوار عن الحوار اللي بعده كنت بكتشف فيها حاجة جديدة يعني كان فعلا يعني تاريخ كبير قوي مش هقدر أضمه حتى لو كان في ثلاث حوارات صحفية وميزت ما بين الحوار بتاع البنت الهاوية الطالبة وما بين حوار الصحفية المحترفة إيه اللي اتغير؟ لا اتغير كثير طبعا اتغير فيك وفيها في طريقة التناول وال... هو بالتأكيد أنا مدام يعني الأسئلة بتاعتي بقت أكتر احترافية بقت أكتر عمق طبعا لأن خلاص بقت صحفية بقى شغل بالزبط بقت يعني بدرسها وبذكرها كويس جدا قبل ما روح عامل معها الحوار فأكيد أسئلتي كانت أكتر عمق من كده يعني بالتأكيد تاني حوار بقى كان في 2011 كان بعد صورة 25 يناير بدأ يكون في علاقة ما بينكو بقى آه طبعا يعني بعد أول وثاني مرة خلاص تعودت علي ولما كلمتها سلمت علي وعمل إيه كانت لطيفة ودودة جدا آه طبعا لطيفة